رأيكم في تصريحات السؤوس جمال العلام بالأمس وبفكرة ان انا ممكن اقول ان انا ما اقلتش ان كتنهاب جلال مش هيكمل وفي نفس الوقت بيقول ان فيه ملف المدير الفني الجديد في ايد كتن عز امام وبركات في نفس الوقت السؤوس جمال العلام قال كلام كتير خاص مثلا بالامور الخاصة باختيارات وحاجات كتير جدا يعني كانت في التصريحات مبارح رأيكم في التصريحات دي وفي نفس الوقت رأيكم في كابتن هاب جلال بعد ما يسمع التصريحات دي فهو رد فعله يكون عامل ازاي خصوصا يعني ان مدير فني منتخب الوطني المصري وهو ابني من ابناء مصر رأي كابتن كامون انا ابتدي بيه انا ضد اي حد مسؤول في اتحاد كورة او رئيس اتحاد ان هو يطلع يتكلم في الفضياء كتير عشان كده انت ممكن تخش في غلط انت غلط منه وماكنش معصود والاستاذ هاب كومي تلع قالك استاذ جمال علام تلع قال خانوا التوفيق او التعبير ماشي لكن اقلل شوي لان هنا حصل خطأ والناس فهمت غلط وبعد ان رجعت تصلحه يبقى فيه هنا واحد متحدث الرسمي لازم هو اللي يتكلم باسم المنتخب فدي غلطة ادارية باسم المنتخب بس اه طبعا اي حتة في العالم يا فاروق ده فيه الاندية الاندية بالزبط والمنتخبات عشان انت تبقى راجع موجود كان موجود معك كابتن حسام البدري تقريبا او كابتش هو بريب على ما اعتبت دي جزء اداري مهم جدا باحترافية بتتكلم كمان انا ما ينفعش يعني ما احترام الرسول الجمال علام طبعا يطلع يقول بس هو كرئيس اتحاد من حقه ان هو يطلع لو عايز الكلام يتكلم ماشي من حقه انا ما ينفعش الرجل فهوه في الطيارة اقول ان هو ايقاله يعني اقالة الكابتن اهاب جلال وهوه في الطيارة طب انت اما يجي هو على فكرة دلوقتي مفيش اي قرار رسله اللي تصدر في الاعلام الرياضي المصري اتقال كده فانا كراجل مدير فني ايا كان بقى نتايج مش نتايج انا ظروفي ايه لما ارى حاجة زي كده ويوصل له الكلام ده وداخل على مباراة ودية دولية انا مش ابقى مركز فدي برضو نقطة مش حلوة اتكلم مع مدرب اجنابي زي ما انت بتعمل دلوقتي يبقى كل حاجة في الدرة توب سيكرت يعني انت الخصيات والحاجات دي مطلوبة في النواحي الادارية ماينفعش ان انت تطلع كل اللي عندك للاعلام وانت منتخب مصر يعني اعلى حاجة في الكرة في مصر ورئيس الاتحاد هو اللي بتتكلم كل دي امور يا فاروق مش حلوة بالاضافة كمان انت بتتكلم على مدرب اجنابي طب ما فيه الرجل ماسك اعمل حاجة ما تقولش عليها الحاجة يا كابتن ماشي انا ماقولش خلي الراجل اشتغل ان شاء الله لو هشتغل ثلاثة ايام او اسبوع او شهرين سنة انا مليش دعوة بالوقت بكلمش على الوقت انا بتكلم على احتراما للراجل المدير الفني طيب كانت انها الجنال بعد ما يسمى التاسر حد دي ده هيزعل طب انا كمدير فني يعني انت لو ما اعرف ان انا مقشي والتاني وهمش هتزعل بس يعني هزعل وبعدين انا ارد فعل او راجل بتاعه ممكن يكون مش كويس لكن هو الشخصية هادية انا بتكلم كمان ان انت كلفتك كابتن حازم والكابتن باركات ان هما يجيبوا مدارب اجنبي تمام تم انت كلفتهم من شهر ونص وراحت جايب مدارب مصر برضا طب ايه الجديد طب ما كنت خلفت خلتهم يجيبوا مدارب اجنبي من شهرين تلاتة وخلاص وكنا خلصنا انما لين طب ايه القرار يعني ان انت تجيبها بجلال مطشن وتمشيه. طب ما كنت تخليته. مثلا او كنت جيبت المدرب الاجنابي من الاول و رايح دماغك. طلع السيد الجمال قالك اصلا شفت في الخزنة ملقيتش دولارات. فهي دي مشكلة المصريين والكرة المصرية. طب ما فيه دعم من وزير الشباب. دعم من الدولة. ان انت تجيب مدرب اجنابي عشان تصلح الكرة المصرية. طب انت هتجيب مدرب دلوقتي. الدولارات زهرت. فدي مشكلة. في حاجات ما ينفعش يتقلع الملأ. زي ما انا بقول لك ما ينفعش تتقلع الملأ. انا يا راجل. يبقى ما خنوش التعبير هنا بقى كمون. انا بسوء. انا بقى انا بقى انا مش معاك. طيب انا بقى انا بس اشانا هطلع الفاس واخد رايح. انا مش هطلع بقى انا مش معاك ان هو كراجل الاول المسؤول عن المنظومة الرياضية في مصر يطلع يقول تقول لي خنو التعبير. انت راجل مش عارف تحمي قرارك. اللي انت اخدته. في في موضوع مدير الفني بتاع هاب جلال. انت مش عارف تحافز عليه او ان انت تحمي قرارك. انت كده اهنت المدير الفني المصري. وده لازم يبقى فيه وقفة مع النزي. قبل ما تطلع النهاردة. تقول انه انت كان فيه انت قضى طليل كابتن هاب جلال. لكن انت في خلال تسعة احنا كنا ضد. في ناس كتير كان بتنتقد. انت كنت بتنتقد. اهب جلال كان مدير فني المنتخب. لكن انت ضد ان انت تمشي بهزي الطريقة. وبهزا الاسلوب. انا ما اقلتش كابتن هاب لكن يعني في حاجات كده متنغدة في التاصل حيات. وقالك انا بقول لحزم وبركاتي دور عمدير فني الاتحاد. انا مقدرش اقول المرتب الخاص. لان القرار مش قراره يا فاروق. وقالوه وصرحوا بيها. يا فاروق. القرار مش. هو في بعض الامور طبعا مسجمال من الشخصية المحترمة جدا. يا عم احترام ليه. نتكلم على موقف يا. يعني مصرية اصيلة لنا في الصعيد. طبعا طبعا. ولكن طبعا فكر. بس فاروق عليش امن. سانية. سانية بس. اللي حصل مع كابتن اهاب جلال بحصل مع كابتن حسين البادري. نفس التوقيت ما خدش فرصته ومخدش كمان كابتن حسين يعني كابتن حسين ماش نتائج. كابتن مش نتائج. صح? كابتن حسين مش نتائج. مش اداة مباراة وحدة. هنا هنا القبول الخاص من من الجميع المصري المدير الفاني المصري اللي كان متوجد ساقط عسام او كابتن اهام. طب هو ده ينفع. ما هو هي دي بقى نقطة. يبقى ده مش قرار الانتحاد يا فاروق. هو ده ينفع. يبقى ده مش قرار اللي انك اه المدير الفاني. ممكن انا بص اتغدى وقتها. اجرى انه ييجي ومش قرار له انه يمشي. يعني اي مدرب مصر اي مدرب مصر ايا كان اسمه هيجي هيتهان كده فاروق.